نبدأ بالطاقة العامة البرج العذراء برج العذراء بالفترة الحالية أشوف انه طاقتك العامة انتح حالياً أشوف انه متخلي عن طاقتك الترابية الهادئة المستقرة والطاقة اللي غلب عليك هي الطاقة المائية طاقة المشاعر فأشوف انه انت راح تكون شوية منغلق على نفسك خلال هاي الفترة الأسبوعين الجاية راح تتواصل أكثر ويا نفسك ويا روحك الداخلية مثل ما نقول لأنه شوف انه راح تبلش تحاول تفهم مشاعرك قراراتك تتعرف على نفسك أكثر لأنه أحداث هواية صايرة بيك بالموضوع وهي الأحداث مخليتك تقريباً ضايع انت بالفترة الحالية ما قاعد تعرف تركز على أوضاعك العاطفية أو أوضاعك العامة أوضاعك المالية أوضاعك المادية أوضاعك الصحية المشاعر أشوفها غالبة عليك كهواية وأنت دا تحاول تفهم مشاعرك أما تجاه شخص أو حتى ممكن تكون دا تحاول تفهم نفسك تفهم أنه أنت ليش قاعد تاخذ هاي شي قرارات أشوف أنه أكو شخص ممكن ظهر بحياتك أو راح يظهر بحياتك خلال الفترة القادمة هذا الشخص آني لبعض منكم أشوفه شخصاً من الماضي لأنه أشوف بالأسبوع الأول أكو شخصاً من الماضي علاقتك بيصار لها فترة طويلة منقطعة الاتصال التواصل بينكم مقطوع راح يبلش يظهر بحياتك مرة ثانية فأشوف أنه أكو خبر سريع حدث سريع أو حتى ممكن مسج سريع راح يوصلك خلال هاي الفترة وأشوف أنه بخصوص شخص مختفي صار لفترة طويلة ممكن يكون من شهر الثامن أو صار لحتى ثمنت شهر مختفي هذا الشهر يعني هذا الشخص مختفي من حياتك وهذا الشهر أشوفه راح يرجع هذا الشخص كان بينك وبين مشاعر أشوف كان بينك وبين حبثقة بس فجأة أنه هذا الشخص قرر أنه هو يرحل من العلاقة بدون مبررات لأنه أكو شخص من عندكم كانت العلاقة مو كافية بالنسبة إلي أو هو ما كان سعيد بهاي العلاقة ما يحس أنه هي العلاقة اللي يحلم أنه هو يستمر بيها ويكمل بيها يعني شلون حياته أو تتطور المرحلة أعلى فاضطر أنه هو يترك العلاقة حتى إذا كانت لبعض منكم ممكن يكون هذا الشخص اختفى فجأة من حياتك بدون مبرر وبدون حتى مشكلة تستاهل أنه هو يبتعد عنك والرحلة الخاصة أشوفه هنا إذا كان الشخص اللي تتعاملونه يا من برج العقرب أشوف طاقتك العامة أنه أنت تحاول أنه تبدأ بداية جديدة بشيء أنت تعرف أنه أردي منتهي فأنت قاعد تبحث عن شيء ميت وتحاول أنه ترجع للحياة خلال هاي الفترة مثل ما قلت لكم ممكن تكون هذا الشيء هو علاقة من الماضي أشوف أنه أنت عندك تواصل راح يكون أو خبر راح تسمع على شخص من الماضي هذا الشخص علاقتك بيه كانت بيها هوية أون أوف يعني هذا الشخص كان هو يصر بينكم آآ خلافات وأنه هو يخطفي فجأة ويرجع فجأة البعض منكم ممكن يكون هذا الشخص آآ تركك وسافر للمكان ما وخلال الفترة القادمة أشوف هذا الشخص راح يرجع لأنه أشوف التواصل بينك وبين شخص مقطوع صار لفترة طويلة راح يبلش ينعاد خاصة خلال الأسبوع الأول أشوفك هوية قاعد تفكر بالماضي هوية قاعد تباوع بالصور تذكر ذكريات الحلوة اللي كانت بينك وبين شخص عندك حنين هوية لهذا الشخص اللي مختفي عندك خاصة إذا طاقته مائية أو هنا عندنا برج السرطان موجود برج العقرب برج الدلو برج الأسد أو برج القوس فأي أن كان أو أي برج ثاني لا تتقيدون بالأبراج المهم أنه الطاقة نفسها أو القراءة تنطبقوا إياكم مو شرط البرج يكون موجود بس هي هاي يعني الأبراج اللي موجودة أنا أقولها للناس اللي تريد تتأكد من القراءة ممكن تنطبق عليهم مية بالمية فأشوف عندك موضوع معلق من الماضي صار لفترة طويلة الموضوع ممكن يكون أنت فقدت الأمل بي وتركتها على رب العالمين ويش لول ما تجي تجي من بعد انتظار طويل التواصل أشوف اللي أنت منتظره راح يجي وراح يفرحك هذا التواصل خلال أول أسبوع راح تفرح هواية خاصة أول ثمانة يام بالشهر بعد ما يجي هذا الشخص خلال أول ثمانة يام من الشهر الثاني أشوف أنه أنت راح تفرح هواية برجعة هذا الشخص إليك وراح مثل اللي دفاؤل يرجع لحياتك تحس أنه العلاقة راح تبلش تبدأ من جديد وراح ترجع تتحسن وهيش بس يعني يؤسفني أني أقول لك أنه هذا الشخص اللي أنت بتمسك بي واللي هو من الماضي وتتحاول ترجع وهو راح يرجع فعلا والعلاقة راح ترجع ببناتكم ولكن ممكن الفرحة اللي بينك وبين هذا الشخص برجعتها راح تكون يعني فرحة وقتية أول يوم لأنه أشوف أنه أنت بالأسبوع الثاني بعد فترة من الفرحة اللي أنت فرحتها برجعة هذا الشخص عفوا شوف أنه هاي الفرحة شوي شوي راح تبدأ تتبدد مثل ما نقول راح تقل تبدأ تقل الحد منه شوف طاقتك النصف الثاني من فبراير أو حتى الأسبوع الثاني بالتحديد أنه راح ترجع تنغلق على نفسك مرة ثانية رغم موجود هذا الشخص اللي أنت منتظر صار لك فترة وتشنت تظن أنه أنت هذا الانغلاق اللي موجود عندك أو الوحدة أو الزعل اللي أنت تشنت بها هو اللي أنه هذا الشخص ما موجود بس راح تكتشف أنه هذا الشخص برجعته أنت أيضا ما راح تكون سعيد أنت مجرد تشنت متخيل أنه هذا الشخص هو سبب سعادتك بالدنيا وهو سبب راحتك ولكن بعد رجوعه راح تكتشف أنه أنت هواية شغلات بهذا الشخص مراضة بها ممكن تكون كانت عندك أمل أنه هذا الشخص متغير ولكن أنا أشوف أنه هو راح يرجع بنفس الأطباع اللي كانت موجودة عنده بسابق له السبب أنت راح ترجع تنعزل تزعل على نفسك البعض من عدكم أشوف أنه أنت بعد رجعت هذا الشخص إليك من راح يرجعك بالتواصل إذا كانت بيناتكم مثلا بلوكات أو شي فمن راح ينفك البلوك عنك راح أشوف البعض منكم راح يحاول أنه يراقب هذا الشخص يراقب صفحاته على الفيسبوك منشوراته وراح يكتشف شيئا ما هذا الشي هو اللي راح يخليه يصير عنده نوع من الزعل فراح يزعل وراح يتباعد عن هذا الشخص اللي موجود واللي هو رجع أساسا من الماضي أنا إذا شوفه هناني ممكن لبعض منكم هذا الشخص ما يكون راجع بعده وانت راح تكتشف أنه ممكن عنده علاقة جديدة ودخل شيء جديد ممكن تكون منتظر كارما منتظر انتقام من هذا الشخص أو حق يرجع إليك ومن راح تفوت وراح تشوف أموره أنه هو من بين كلش حلوة على التواصل وماشية وحياته عدلة فراح يصير عندك نوع من الزعل أنه ليش هو مرتاح بحياته وليش أنا مثلا تعبان ليش أنا ضحيت وتعبت اللي خسرت وهو عاش حياته طبيعي يعني أشوف عندك نوع من هاي التساؤلات لأن عندك وقفة ويا نفسك راح تكون بالأسبوع الثاني راح تفكر راح تعيد تفكيرك تعيد تقييم الأمور راح تنسحب تنغلق على نفسك أشوف عندك نوع من الانغلاق هاي الفترة يعني راح تكون منغلق على نفسك ومجرد تفكر بالماضي تفكر بالحاضر تفكر بالآلام اللي مريت بيها الذكريات سواء كانت سلبية أو سواء كانت حلوة بس أشوف عندك تعلق كل الشديد بالماضي وهذا شي هو اللي يمسبب لك هذا النوع من الزعل لما نقول اكتئاب ولكن الحالة النفسية المتعبة فلازم تحرر نفسك من هاي الطاقة تحرر نفسك من الماضي حاول أنه تفكر بالمستقبل تفكر بإيجابية لأنه الماضي شي صار وراح انتهى يعني احنا مراح نقدر نرجعه ولا راح نقدر نعيده فعلشانو انتعب نفسياتنا بالتفكير بي واحنا نقدر نفكر بالمستقبل ونخلي كل شي صار بالماضي يبقى ورانا لأنه هو بعد صار هو الشاطر اللي ياخد درس من الاغلاطة اللي مر بيها بسابق فاخد درس من الماضي ولكن لا تبقى عندك هاي الطاقة الشديدة ما للتعلق اللي موجودة عندك بالماضي ما قاعد تقدر تتخلى عنها او تطلع منها بس اشوف بنهاية الاسبوع الثاني راح تستعد السيطرة على نفسك تستعد السيطرة على امورك راح ترجع تحمي نفسك راح ما اقولك تطلع من القوقعة ولكن يبلش يصير عندك يعني كلام ويا الناس ترجع تنخرط بالحياة الطبيعية يعني ولكن مع وجود حذر شديد لأنه البعض منكم اشوف هذا الشخص راح تكون رجعته سريع وطلعته من حياتكم بعد اسرع وراح يرجع يسبب لكم نوع من الجرح فهذا الشخص اذا رجع عني ما اشوف انه راح يبقى وياكم فترة طويلة بالعكس هو راح يرجع فترة ممكن من النهاية الشهر الثاني هو راح يرجع يخطي في مرة ثانية وممكن اقرب ممكن بالاسبوع الثاني لان انت عندك زعل وانغلاق على النفس بالاسبوع الثاني لان انت قاعد تتعامل ويا شخص اناني وهذا الشي راح تكتشفه وهو اللي راح يخليك يصير عندك هذا النوع من الزعل على الصعيد العملي والصعيد العام لك يا برج العذراء اشوف انه صار لك فترة منتظر مبلغ مالي او حتى ممكن تكون فرصة عملية من شخص منتظر تواصل اشوف التواصل راح يكون موجود يوم ثمانية بالشهر او خلال ثمانة أيام من تاريخ شوفتك للفيديو اشوف انه اكو تواصل من شخص بعيد شخص يعني ممكن يكون مسافر ممكن يكون بغير محافظة وهذا التواصل راح يكون بخصوص موضوع عملي ممكن البعض من عدكم اشوف اكو عدكم اوراق سفر فاشوف انه اكو سفرة خلال هاي الاسبوعين السفرة راح تكون سريعة وما اشوفها سفرة طويلة يعني كهجر او شي وانما اشوفها سفرة سريعة ممكن حتى من محافظة المحافظة يطلعون كزيارة وانسة او حتى موضوع عملي يطلب سفر البعض من عدكم اشوف هذا الموضوع موضوع عملي ويتطلب سفر المكان او ممكن حتى شخص يعرض عليك شغل هذا الشغل يكون بيتنقل من محافظة المحافظة او يكون بغير المحافظة اللي انت اساسا اه موجود بيها حاليا واشوف هذا الشغل من راح يجيك الخبر راح تفرح به هواية وراح يصير عندك نوع من التفاؤل راح يرجع لك التفاؤل بالحياة يعني لانه اكو فرحة اكو بشارة خلال الاسبوع الاول والاسبوع الثاني عندك انتصار لبعض من عدكم اشوف عدكم انتصار على ناس اه تحدوكم بمواضيع هواية وكانوا يقولوا لكم انه انتوا اه راح تخسرون بفلان موضوع او حتى اذا كان على الرجوع ممكن اكو ناس مترهنوا ياكم انه هذا الشخص ما راح يرجع واذا رجع يعني بينكم رهن او شي فاشوف انت راح تنتصر لانه هذا الشخص حتى اذا كانت رجعت قصيرة فاشوف انه هو راح يرجع انت من راح يرجع صح راح تزعل على نفسك ولكن نفس الوقت اشوف راح يصر عندك نوع من الراحة النفسية انه هذا الشخص رجع لك وانت شنت متوقع انه هو ما يرجع أو ممكن حتى أكو بعض الناس اللي من شخص يتركها ترك بس هذا الشخص يرجع حتى ترتاح نفسيا تحس أنه هي مرغوبة لأنه أشوف ثقتك بنفسك يعني زعزعها هذا الشخص مطلع من حياتك فأشوفك راح تسترجع ثقتك بنفسك وعندك أوراق هنا حلوة ما لانتصار فأكون انتصار إليك وأكو شفاء البعض من عندكم أشوف أنه ممكن أوضاعها صحية متعبة صار لفترة عند مواضيع تخص الظهر والبعض من عندكم متخوف من موضوع عملية ممكن العملية بعد أربع أسابيع تتم إن شاء الله وتكون العملية على خير إذا كان البعض من عندكم عند موضوع عملية أوضاعك الصحية ما أشوف أكو عندك يعني شي خوف ولكن حاول أنه تهتم بصحتك تعدل نومتك لأنه أكو أرق ونومك أشوفها مو عدل هاي الفترة وهذا الشيء قاعد يسبب لك أيضا من نوع من أنواع الاكتئاب هو بسبب الزعل أنت ما قاعد تقدر تنام وهذا الشيء دي سبب لك أرق وصداع وقاعد نفسيتك تتعب أكثر وأكثر فهي الحالة الصحية مرتبط ارتباط وثيق بالحالة النفسية فحاول أنه تحسن من حالتك النفسية حتى حالتك الصحية أيضا ترجع تتوازن الأشياء الغير متوقعة حدوثها قلت لكم البعض منعدكم وأشوف أكو عندك انتصار أما بموضوع عملي أو موضوع عاطفي أشوف أنه أكو خبر راح تسمعه هذا الخبر راح يكون بمثابة انتصار أو ممكن حتى أمنية إليك أنت متظر أنه هي تتحقق أشوف أنه راح يجيك الخبر هذا وراح تحس أنه هاي الأمنية تحققت وراح تستعيد سلامك النفسي أهم شيء اللي هو أنت اللي أن راح تعاني من فترة قلت لك راح تنغلق على نفسك فأشوف أنه أنت راح تستعيد سلامك النفسي خلال هاي الفترة على الصعيد العملي أشوف عندك أمنية راح تتحقق أو موضوع صار لك فترة أنت منتظرة وطول هواية مثل ما قلت لكم ممكن تواصل ممكن شغل جديد وهذا الشيء أشوفه راح يصير بسرعة وأنت راح يعني تفرح بهواية فأكو شيء غالي عليك عزيز عليك أنت متمنى صار لك فترة ومنتظرة أشوف أنه من بعد انتظار هذا الشيء راح يصير وأشوف عندك سرعة أو حركة خلال هاي الفترة يعني مو بداية الأسبوع الأول راح تكون شوية رتيب ولكن نهاية الأسبوع الثاني ولحد نهاية الشهر أشوف الأمور كلها راح تبدأ تتحسن وتنقل بالصالحك راح تستعيد قوتك راح تسترجع من بعد فترة الركود اللي تشنت بيها أشوف راح تسترجع نشاطك مرة ثانية ترجع تركز على شغلك تركز على دراستك إذا تشنت طالب تركز على حياتك إذا تشنت فاقد حياتك بصورة عامة يعني ما قاعد تعرف وين تروح وين تجي وتارك أمورك يشكلها على الله فأشوف عندك استعادة للسيطرة راح تصير وللتوازن في سبيل توازن أمورك والبعض من عدكم العزاب أشوف أنه العزاب من برج العذراء أنتم تابعين شخص على التواصل الاجتماعي هذا الشخص ممكن يكون شخصيته قوية كلش وكشكل هو شكله من النوع اللي يعني شكله عندك ها رزمة معينة يجذب من أحد يشوفه أنت بينك وبينه أكون جذاب غير طبيعي ولكن هذا الشخص أشوف تقريبا هو يبين لك أنه ما مهتم لك أو ما شايفك ولكن هو بالحقيقة يعرف أنه أنت مراقبة وهو أيضا مراقبك فأشوف أنه العزاب خلال الأسبوعين هذي أكو إلك مواجهة راح تصير بينك وبين شخص أنت مراقبة بالسر وأنت خايف أنه تعبر له عن مشاعرك لأنه تحس أنه هو كلش متباعد لبعض منكم أشوف هذا شخص ممكن يكون مشهور بالتواصل الاجتماعي يعني مو شرط مثلا مشهور أنه فنان ممثل ولكن ممكن يكون عنده فضوار هواية أو هو صانع محتوى معين وأنت متابعة وعندك إعجابة تجاهه وتحس أنه هذا شخص بعيد هذا شخص ما ممكن يفكر به هذا الشخص ما ممكن ينجي أو حتى إذا كان مشهور يعني بالمكان بس اللي هو به فأنت تشوف أنه مشاعرك تجاهه من طرف واحد وتحس أنه هذا الشخص ما عنده مشاعر ومشايفك أصلا ويعني ما يدر بيك حتى موجود ولكن أشوف أنه هذا الشخص هو لا بس خناع اللي هو ما مهتم ومشايفك وما يعرف ولكن هو يعرفه بحقيقة مشاعرك تجاهه وأشوف أنه عندك أمني راح تتحقق ويا هذا الشخص لأنه أشوف راح يجي وراح يحكي وياك راح تتحقق ترجمة نانسي قنقر